السلام عليكم ورحبا بكم خواتي في قناة سوق سيارات لا تنساوش خواتنا اشتركوا على قناة فعلوا الجرس ودلونا جملة فيديو باش دايما يوصلكم جديد تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بيتفراوي وهران من وضع حد لنشط مؤسسة سرية تعمل بطريقة غير قانونية في تكرير وتصفية الزيوت المستعملة الخاصة بالمحطات من أجل تجديد إعادة بيعها للمستهلك على أساس أنها جديدة بحث ماست وفيدة أمس من ذات السلك الأمني وقد تمت العملية على أثر ورود معلومات ليتم مدهمة مزرعة بأحدى قرى بلدية طفراوي العثور على هذه المؤسسة التي تنشط بطريقة غير قانونية وتوقف صاحبها من جنسية أجنبية وقد تم حز خلال هذه العملية 1280 لتر من الزيوت المستعملة للمحركات جاهزة للتسويق و87 ألف لتر من الزيوت القادمة المستعملة موجهة للتصفية وبعض الآلات والمعدات المستعملة في هذا النشاط كما أشير إليه وقد رفعت ذات المصالح بالتنسيق مع فرقة البيئة ضد صاحب المؤسسة مخالفة تتعلق باستغلال مؤسسة مصنى فدون الحصول على الترخيص من السلوطات المؤهلة مخالفة تتعلق باستغلال مؤسسة مصنى فدون الحصول على الترخيص من السلوطات المؤهلة ومارسة نشاطي جاري مقنن دون الحصول على الاعتماد وزاري كما وجهت له أيضا مخالفات تخص عدم احترام إلزامية إعلام مستهلك فيما يخص الوسم ورمي وإهمال النفايات الخاصة بالحاضرة في مكان غير مخصص لهذا الغرض واستغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقييد بأحكام القانون وقد تم إنجاز ملف قضائي في هذا الشأن والإرساله إلى الجهة القضائية المختصة وفقاذات المصدر